بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توصيل طابعة الإبسون بشبكة الهاتف اللاسلكية أو الويرلس أو باستخدام شبكة الطابعة نفسها نقوم بتشغيل الطابعة بعد تشغيل الطابعة سوف نشاهد الإشارة هنا بالوميد التي في الأعلى هي عبارة عن توصيل لشبكة الهاتف عن طريق المدم المنزلية والتي في الأسفل هي عن طريق الطابعة الشبكة الخاصة بالطابعة بدون الحاجة إلى مدم في حال عدم وجود إنترنت في المنزل بعد تشغيل الطابعة نقوم بالضغط على هذا الزر كما تشاهدون بعد تضغطنا على هذا الزر لمدة سبع ثواني الطابعة بشكل أوتوماتيكي ستعطيني كل المعلومات المتعلقة بشبكة الهاتف وكلمة السر الخاصة بالطابعة نفسها ستطبع لي ثلاثة أوراق ضمن هذه الثلاثة أوراق معلومات الطابعة الكاملة كما تشاهدون حاليا طبعا انتهت من عملية الطبع وطلعت لي ثلاثة أوراق وهذه الأوراق الثلاثة هي التي تعطيني المعلومات الكابلة بالنسبة لموضوع الشبكة كما تشاهدون نتورك وضع الشبكة اللاسلكية في هذه الثلاثة أوراق سأدور على كلمة السيد وهذه الشبكة الخاصة بالطابعة في حال عدم وجود انترنت في البيت سأستعمل هذه الشبكة لتصل بالطابعة بشكل مباشر بعد أن أتصل فيها سيطلبني كلمة سر كلمة سر هي هاي مثل ما يكون شايفين هون طبعا انا هاي المعلومات احسنت اطالعة لما ضغط على هذا الزر لمدة سبع ثواني بس هذا الزر ما بتفعل معي يعني لو ضغط عليه سبع ثواني ممكن ما يتفعل معي إلا في حال هذا الضو كان مضيق مثل الحالية مثل هالإنارتين هالإنارة الحالية هي عبارة أن الطابعة متصلة بالمدم الموجود في المنزل والضو اللي في الأسفل هو الضو الخاص بالطابعة يعني شبكة الطابعة حاليا شغالة وعلى استعداد للإقتران مع أي جهاز بشكل مباشر هدول الضوين بس كانوا في هالحالة معناها الطابعة إما متصلة بشبكة الهاتف عفوا الإنترنت في البيت المنزلية أو أن الطابعة حاليا عبتبس شبكة خاصة فيها لما بيكون هالوضع هاد متفعل عندي أنا لو ضغط على هذا الزر لمدة سبع ثواني هداك الوقت راح تعطيني الطابعة المعلومات الكاملة بالنسبة لشبكة الوارلس الخاصة فيها وكلمة سر الطابعة نفسها طبعا هون بحب أنوه أنه اللي بحب أو اللي عنده في البيت مدم إيش راح يعمل بهالحالة بشان يخلي الطابعة تتصل في هذا المدم بشكل مباشر راح نقبس على زر الوايفي متل ما يكن شايفين ضغطنا عليه شيء ثلاث ثواني هون الطابعة راح تبلش تبحث عن شبكة الهاتف لحتى تقترن عفوا عن شبكة الانترنت لحتى تقترن مع أي جهاز روتر فأنا راح أروح على جهاز الروتر وأضغط على زر الوي بي اس هذا الزر لما بضغط عليه فبشكل أوتوماتيكي راح تتصل للطابعة في المدم وبهيك بكون أخلصت من شغلة كتير كويسة بالنسبة للطابعة لكي أحسن أن تصل فيها عن طريق الكمبيوتر أو الهاتف بشكل مباشر عن طريق الشبكة الهاتف الانترنت الموجود في البيت ترجمة نانسي قنقر